المواطنون الأجانب العاملون في ليبيا يتمتعون بحرية مطلقة في ممارسة شعائرهم وتقوسهم الدينية الجالية المسيحية الفئة الأكبر يستعدون في كنيسة الظهرة بطرابلس للاحتفال بأعياد الميلاد نحن الآن نتجهز لاحتفالة عيد الميلاد التي ستنطلق في الخامس والعشرين من ديسمبر الجالي نشكر الله على كل ما قدمه لكافة المسيحيين وعلى مواهبنا إياه كما أتوجه بالشكر لكافة القائمين على الإجراءات الأمنية التي ستصاحب هذه الاحتفالات في ليبيا نشكر جميعاً لكافة المنظمات والجمعيات الخيرية هنا على تقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين والعائلات الفقيرة كالمهجرين مثلاً نحن دائماً نأتي لمساعدة المحتاجين من الناس نوفر لهم المساعدات الغذائية والمالية والطبية كما نحاول مساعدة المحتاجين على حل مشاكلهم ونأتي إلى هنا في الجمعة الأولى من كل شهر لتقديم المساعدات والخدمات ومساعدة النساء الحوامل الفقيرات غير القادرات على الحصول على الرعاية الصحية أجواء من الاحتفالات الخاصة بأعياد الكريسمس تأتي مع حالة الاستقرار الأمني والسياسي النسبي التي تشهدها ليبيا في الآونة الأخيرة لقناة ليبيا الأحرار أحلام لكميشي طرابلس ترجمة نانسي قنقر